السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة وضم سلسلات الوصفة الطبيعية وسلسلات العناية بالبشرة بعد العودة من العطلة الصيفية اليوم إن شاء الله سنحضر معكم سيروم خطير جدا وقوي في التفتيح للناس اللي بغوا يوحدون لهم البشرة ديالهم من بعد العطلة ومن بعد تبحيرة ديال الصيف فسنشارك معكم هذا السيروم خلاصة على القصص اللي كيتباع بأتمينة خيالية غادي نحضروا في البيت بطريقة جيد جيد مبسطة وفي متناول الجميع اللي ما عندهم شي امكانية أنهم يشريوا سيروم غادي نحضروا في الدار وغادي يكون الخيال الأفضل للعناية ببشرتك كنتمنا أنكم تبعوا معي الفيديو من الأول الآخر دياله باش تعرفوا معي على الطريقة والمكونات باش غادي نحضروا هاد السيروم كنتمنا أنكم تفعلوا معي في هاد الفيديو وتوصلوا لأكبر عدد من الإعجابات كنشكركم دائما لكل دعم ديالكم خليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجوا غادي نحتاجوا بودرة ديال العرقسوس فهنا يا كي ما شفتوا معي غادي تاخدوا عواد من بعد غادي تدقوا في المراز وغادي تدوزوا في الطحانة ديالكم او لا تاخدوا من عند العطار واطحنوه من بعد غادي تاخدوه وغادي تغربلوه تتحصلوا على البودرة ديال العرقسوس فهذا الخلاصة ديال العرقسوس غنية بكل خصائص الفوائد الهامة لصحة تغذية البشرة بشكل عام فهنا يا كي ما شفتوا معي غادي تحصلوا عليه بودرة بهذا الشكل هادا فهذا السيروم هادا كي تعتبر من أقوى السيرومات الرهيبة في التفتيح وعلاج كل تسبغات الجلدية وجميع مشاكل البشرة فهنا يا غادي نحتاجوا معا مكوين آخر اللي هو الزيت الجليسيرين فحاولوا تاخدوه زيت الجليسيرين اللي يكون نوعية جيدة حاولوا تاخدوه من البرافرماسيحته هو خطير في التفتيح وفي التبيض فهنا يا غادي نحتاجوا مكوين آخر اللي هو لا فيتامين وغادي يبقى اختياري إلا ما متوفرش عندكم غادي تكتفي وغير بودرة عرقسوس وزيت الجليسيرين بالنسبة لطريقة التحضير هادي نحتاجوا واحد لقرعة ديال الزاج به هاد الشكل هاده من بعد غادي نضيفوا تقريبا واحد جوج معلقة صغار ديال البودرة ديال العرقسوس فحنا يا كمااشتوا معايا يحاولوا انكم تغربلوا داك اللي العرقسوس باش تحصلوا غير على البودرة دياله من بعد غادي غادي نضيف عليها قرعة صغيرة ديال الزيت الجليسيرين وبالنسبة لكمية انتم ni ابتوا تقطروا أو لا تملوا تقلوا فهنا اضفتنا قرعة صغيرة زيت الجليسيرين مع الجوج مع القصغار ديال بودرة ديال عرقسوس سنخلط هذه المكونات مزيان مزيان حتى يتخلطوا لي دوك المكونات من بعد سنأخذ هذه القرعة ونصدها مزيان مزيان ونصدها في حمام مريم او في باماغي فبالنسبة هنا هي الطريقة المهمة والاهم في هذه الخطوات كاملين هي هذه أتخذ الكسرون ونفتها الماء ويجهدها لها حتى تسخن ذكل الماء و منها اللي بلنا ذكل الماء بدكن يغلي قراءا الليها في العرقسوس وقت لذلك العرقسوس يتغلق منه زيت الجليسيرين سنغلط لكل المدة ديال نصف ساعة فهنا ما تجهدوش العفية لليها لكي لا ترتقش لكم القرعالين الزج حولوا انكم تنقصوا عليه العفية مهيلا وتخلوه المدة ديال نصف ساعة من بعد سوف نريكم طريقة كيف سوف تستعملون فهنا كما اشتوا معي اخذت القرعة من بعد مداز لمدة نصف ساعة اخذتها في واحد الغطيطة يعني بواحد السيف لما سيكون يدخلنا الأشعة ديال الضو وغادي تحتاف ضو بيه في بلاسة عندكم ضلمة لمدة ديال ثلاث أيام فهنا من بعد مداز لمدة ديال ثلاث أيام على الخلاصة ديال عرقصوس ديالنا كما اشتوا اللون ديال الزيت تغير وطلق لنا ذاك عرقصوس مزيان في ذاك الزيت ديال الغليسيرين كي يجي ذاك سيروم خاتر فهنا يا من بعد غادي ندوزوا باش غادي نصفيه فهنا يا غادي تاخدوا إما شي صفايا اللي غادي تكون رقيقة أو غادي تاخدوا شي اللي باموس باش غادي تدوزوا ما بغناش يهبط لنا دوك داك الفتاة ديال عرقصوس بغن السيروم اللي غادي يكون رطب وغادي يكون الملمس دياله ناعم على البشرة ديالنا فهنا كماشتوا معي دووزته في صفايا يعني ما تصفاش لي يمزيان وعاود دووزته في الليبة باش غادي نحصلوا على هاد الشكل هادا كماشتوا معي على السيروم يعني بحال شي صيروم اللي كيتباع يعني جاهز فهنا يا من بعد ما صفيتوا بهاد الشكل هادا غادي نضيف عليه قطارات من لا فيتامين او فهنا لا فيتامين او حتى وكي يجدد لنا خلايا البشرة وكي يغديها في نفس الوقت كيرت غادي نضيف هنا تقريبا واحد ثلاثة ولا ربعة ديال القطارات ديال لا فيتامين او من بعد غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان بهاد الشكل هادا حتى ينساج موليه عاد باش غادي نديرهم في شي قرعه اللي غادي تكون اه حاولوا انكم القرعه اللي غادي تديروا فيها هاد السيروم هادا ما تكونش شفافة يعني ما تكونش كتدخل منها لاشعاء ديالته فهاد القرعه هادو كيتباعوا يعني كيتباع هاد المبلاج موجود عند الناس اللي كي بيعوا للمواد ديال تجميل او دير في هادا كل الخلاصة ديال العرقسوس بهاد الشكل هادا فكما اشتوا معايا هادا هو الشكل ديالو ديال السيروم ديالنا فبالنسبة لهاد عرقسوس هادا مكون ممتاز جدا كيدخل في تحضير العديد من مستحضرات العناية بالبشرة خصوصا في التفتيح وعلاج تسبغات الجلدية الداكنة كيتوفر على مواد ناشطة كتحارب لنا التسبغات الجلدية وفي مواد او مركبات اللي قوية كتعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع والاهم الاهم كيعطينا دارة واشتراق البشرة وبالنسبة للسيروم ديالنا فكتشوفوا معايا القوام ديالو كيكون تقيل بهاد شكل هادا فبسهولة كتنتصوا البشرة كتديرو على بشرة اللي كتكون ضيفة بحركة دائرية بهاد شكل هادا فبالنسبة لهذا السيروم هادا غاديتبقوا على اي منطقة عندكم في الجسم ديالكم بغيتوا تفتحوها اي بلاصة عندكم فيها البقعة الداكنة غاديتدروا لهذا السيروم هادا غاديتستعملوا حتى البشرة ديال وجه ديالكم غاديتدروا يوميا وتباتوا به والغدلعات باش كتغسلوه وددروا الواقي ديال الشمس ديالكم فهنايا غادي ندوز باش غادي نحضر معاكم طريقة واحدة اخرى لباش تحضروا بها هاد العرقسوس هادا او البودرة ديال العرقسوس فهنايا غاديتتاخدوا معلقة صغيرة ديال بودرة ديال العرقسوس وغاديتدروا في قرعة صغيرة ديال الزاج من بعد غاديتضيفوا الى تقريبا 1-4-5 ديال لمعالقة ديال الحليب اللي يكون سخون بهذا الشكل هادا غاديتحركم زيان زيان هادا المكونات هادو هادا الحليب هادا سخون مع العرقسوس من بعد غاديتغطي وغاديتخليوا الترتاح لمدة ديال عشرة ديال الدقاخ عاد باش غاديتبدو تستعملوه بالنسبة لطريقة الاستعمال ديالو غاديتخليوا حتى هبطلينا ذاك العرقسوس فالتحت وغاديتبقاوت تاخدو الكوتن ديسك بهذا الطريقة هذي وغاديت بدو تمسحوا به الوجه ديالكم او اي منطقة عندكم فيها اللي بوقع الداكنة في الجسم ديالكم فاهنا غاديتخدوا الكوتن ديسك وغاديدهنوا بيه الوجه ديالكم وبالنسبة لهاد الوصفة هدها فما تخفوا منها احدة شي حاجة فغاديدهنوا مرة وجوجوا تلاتة على الوجهة ديالكم او منطقة عندكم في الادات ديالكم في هالسواد غادي تخليه وغادي تباتوا به تال غادي عاد باش تغسله بالنسبة لوجهة ديالكم ضروري تغسله الدول الواقي ديال الشمس فبالنسبة للكيميا حاولوا انكم تحضروا الكمية ديال النهار او يومين من بعد عاد باش تبقوا تحضروا الكمية اللي بغيتو فكنتمنى هاد الفيديو ان الاعجاب ديالكم تكونوا استفتوا معايا فيه وكنتمنى انكم تجربوا هاد السيروم هذا ديال خلاصة عرقسوس او لتجربوا هاد الوصفة الناس اللي ممتوا فرش عندهم باش يحضروا السيروم حضروا بها الطريقة هادي بالحليب سخون وبالبودرة ديال العرقسوس فكيعطي نتائج اللي مبهيرة نتائج لزوينة بزف الناس اللي بغوا تفتيح فوري فهذا كيعطي نتائج من الاسبوع الاول كيعطي نتائج لزوينة بزف كنتمنى اللي لقاكم في فيديو قادم مع وصفات جديدة شكرا لكم دائما على تشجيعات ديالكم والتعليق المحفزة وإلى أجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك والبرتاج حولوا تبرتاجي مع العائلة والأحباب ديالكم باش تكبر العائلة ديالنا فكنقول لكم مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله